أم الفهد من السعودية بقيق هجرة فودة تقول ما حكم أكل لحم الضبع مع أنه ذوناب وهل ورد حديث يبيح أكله أختي أم الفهد من بقيق السعودية بارك الله فيك بالنسبة لأكل الضبع مسألة خلافية والخلاف فيها طويل ولي جواب مطول حول هذه المسألة طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز أكل الضبع قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أكل لحم الضبع وقال إنه صيد وشهد بهذا جمع من الصحابة هناك قول بأن الضبع لا يجوز أكله وذلك لكونه ذناب النبي عليه الصلاة وسمناها عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير طبعا العلم الذين قالوا بإباحتي قال هذا مستثنى من جملة النهي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أحيانا عن أشياء ويستثني منها شيء فقالوا هذا منها طبعا الذين قالوا بتحريمه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا النوع من الضبع لأن هذا النوع من الضبع الموجود الآن يأكل الجيف ويفترس ويعدو بنابه ويحفر القبور ويأكل الموتى قالوا ليس وأيضا قالوا بأن يعني المقصود بالضبع غير هذا المتعارف عليه الموجود هذا طبعا قول من ذهب إلى تحريم الضبع الموجود حاليا عموما المسألة خلافية الخلافية قوي وشديد أخت الفاضلة لكن عموما الجمهور على جواز أكل لحم الضبع وأنه مستثنى من القائدة